اشتركوا في القناة 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 في نهاية الشريان ويجب أن نتعلم الله اللهم نتعلم الله وإنه مهدد الله اللهم نتعلم الله والواهب الإلهية والفيوضات الربانية والخيرات الدنيوية والأخروية مبعث ظفرنا في هذه وفيته شيخنا أهل عباس أحمد التشارك فهذا الذي نحن بصدد التوفر على نبش أهم الملامح الجوهرية الخلالية الشمائلية شيم فيه منذ ميعة صبا مخايل المصلح المجدد فتحققت ذلك حز ما تلت بين يدي المنصحة التجانية فمقاها حق مقيته مالا ذلك بحق وهو نجل عثمان مفخرة أمة التجانية وأخص بالذكر سيدنا الحاجمان رضي الله عنه الذي سيظل اسمه يمتج على جنبات العالم الإنساني برمجه ويرد على مسامعنا ويجنجل في تجاعيد سحيان المخية فترات زمنية مديدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لإقامة قائمة هذه المهمة الملقى على عاتقه تسلحا بالحكمة ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهي التي تشد بيد المرء ويجعلها أو تجعل تلكم الحكمة للمرء يضع الأمور حيث تليق فالحكمة تصبب لشيء واحد معرفة الفكرة التي تصوص الكل في كل مكان وفي هلته الدعوية التواونية واجه سيدنا الحاجمالك أناسا جبلوا على الفخفخة والتعجف والتبجح والصلف إذ كانوا حماة الأنوف أباة الضيل وكانوا يملكون ناصية نقية وذمام القول إذ كانوا أرباب الفساحة والبيان والفرسان البلاغة فتوصل سيدنا الحاجمالك بحنكته المعهودة إلى رياضتهم وتذنين جانبهم حتى رضخوا واستقادوا له فأضحوا بمثابة الجمل الأنف حيث قيد إنقاذ والمعدة المالكية تتمثل هذه في العقل ويقول السكرات في هذا الصدد إذا لم يكن عقل الرجل في أغلب الأشياء عليه كان هلاكه في أغلب الأشياء عليه وسيدنا الحاجمالك عالج رجلا كان يشكو من رعونة إكلية دون من نفس ببنت الشفة تأنيبا أو توبيخا ثم انتقل إلى العلم هنا لقد بلغ سيدنا الحاجمالك من العلم أطوري وفاقا لداته ومعاصريه ومضرائه وحتى الذين أتوا من بعده من خلال خلاسه العقياني الذهبي هو الوحي على وجه المعمورة تناول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صداه إلى لحمته حتى بإمكانك وبأيسر جهد وأذهده أن تستخفه عند ضعنك وعند إقامتك عند حلك وعند ترحالك بل عند كل شبر من حياتك فسيدنا الحاجمالك عندما انبرى لخلاسه الذهبي استأنف بالمرحلة السردية للوقائع والأحداث التاريخية ثم انتقل إلى المرحلة المسمى بالفلسفة التاريخية التعقبية ثم تحول في المرحلة الثالثة إلى محام ليغشانا بالحجج والبراهي الدامغة الساطعة والحجج الماتعة القديعة فهذا إخوتنا الأفاضل عرض فذلكي عن سيدنا الحاجمالك كل منا يعلم أنه من المتعذر بمكان استيعابه على كافة عياته فسيدنا الحاجمالك بمثابة خضم أخلاقي علمي معرفي سلوكي عملي وتعاملي كلما خضطه كلما ألفيت نفسك عند شاطئه ثم نأتي إلى عزيزنا الأمين هذا الملم هذا المعم طلاع السنية شراب بأنقع هذا لم ما تشدد ورم ما تفسخ ورتق ما فتق وفتق ما رتق إنه بحق الملم والمعم ثم وهذا كانت تحت كنف والده شيخ الخليفة الله فرضع منه لبان الأخلاقيات السامية وتلك الخلال التي تناهت إليه أَلَمْ تَكُونُ عَلَى بَيْنَكَ أَنَّ ثَمَّةَ حَدِيثًا يَنْسَحِبُ وَيَنْطَبِقُ مَعَ شَيْخِ الْخَلِيْفَةُ أَلَمْ يَقُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَمَا عَلَيْهِ مَا فَاتَتَ حِفْضُ أَبَانَهُ عِفَّةٌ فِي طُعْمَهُ سِدْقُ حَدِيثُ وَحِفْضُ خَلِيقُهُ كل هذه الخلال قد تناهت إلى العارف بالله شيخ الخليفة الذي قلّ ما يُعثَر على مثله وقلّ ما يُحذى بضريبه ولا أنسى بالمناسبة شيخ الخليفة العام سميّه طائفة تشانية الذي نودّ له آمادًا طويلةً وبعيدة حتى نستفي من منهل أخلاقياته وعوائده المعرفية فتراتٍ ثمانيةً مديدة ولأثبيائنا الضراف الَّذِينَ وَفَدُونَ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَثَوبٍ وخاصةً هؤلاء الَّذِينَ غَشَوْنَا مِنَ الْمَظْرِبِ الشَّقِيقِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَضَّ عِقْدُ قِلَادَةٌ جَمَاعٍ وَتَنْفَرِطَ سِلْسِلَتُهَا نَتَمَنَّى لَكُمْ مُقْثَلًا تظاهورياً دينياً تجانياً رغيداً هنيئاً مطمئناً وخطاً وفي غمرة حبورٍ وفرحةٍ ومسرة مُتَمَنِّينَ لَكُمْ أَنْ تَأُوبُوا إِلَى عُقْرِ دَارِكُمْ بِسَلَامٍ وَأَنْ تَدَعُوْنَا بِسَلَامٍ لِنَلْتَقِيَ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ بِسَلَامٍ وَكُلُّنَا نَتَمَتَّعُ بِكَافَةِ قُدْرَاتِنَا الْعَقْلِيَةِ وَالْجَسَدِيَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُسْتَعَامُ وهو الهادي إلى سواء الصراق المستقيم بلغ الله بك أكل العمر يا عبد العزيز وجعلك في سياج كلاءته وعنايته ورديته حتى تكون لبراساً وضاءاً وراءك نستضي للأمة التجانية التواوينية بشكل خاص والأمة التجانية بشكل عام والأمة الإسلامية المحمدية المصطفوية بشكل أعم وكل عام وأنتم بألف خير والله الموفق والمستعام وهو الهادي إلى سواء الصراق المستقيم والسلام عليكم ترجمة نانسي قد من العالم وكما يتحق لك وكما يتحق لك فالاكي أتحدث سيد الحاجي مالي يتحقق أنه يشعر في مستقبل وكما يتحقق أنه يتحقق في المسافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا كنت تترى بوناو يمكنك تتعطيك في تحديث كيف يمكنك تتعطيك في تحديث في هذه الحالة كما تتعطيك عندما تتعطيك 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 أنت نسيطة وليس ، نسيطة وضعفة وليس سلطة worth المقابلين وليس سيونجز الأرجم وليس سعيد بالآن لماذا نستيطة وليس دونة وليس نسيطة أوضعفة وليس سليطة وليس نسيطة ج plaque نسيطة وليس سلطة وتصال الآن فقط انتقلت وعطة من شخص مرفوه لماذا أنظمك انظر خلال الله و أي أنظمك انظر نفسكم لعطة الحفل إنه سيطرق عليه سيطرق عليه و أصليلم لماذا أفأس أثر فقط إنه سيطرة ما إثباره أو دعونا أي شبه إنه سيطرة يظربه ترجمة نانسي قول مرة أخرى ولا أسأل سوعة ترجمة نانسي قول مرة أخرى جمعاً في وقت تتخطي في مغادرة لا أعطي لا أعطي ان يتمثل كل ما تتخطي في فقط انتهيه يدعون وفي ثمه أتحقه بخريب المادة وماذا نقل بأنه يدعون لح erhaltenة أعضاء شحة محطن لا يمكنك ما زاله فهديما يشاهدون أي شيخ ومنون أنه مستعجاز بخريب المددعين يدعون بحرام أعضاء شحة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وصلت لنا في محاولة ، أبو باكر سيرودي الله الشخص الذي يقولونك أنه يسمونك أنه لا يكون في ذلك ويقومون بسيطة طرح ما يمكنك إطلاع تكتير ما هو محاولة؟ أصبح ذلك ولكن أخبرتنا سيطر مخلوق ما أتبعني سيطر اكتشج كل شيء يتكسج سيطر اكتشج كل شيء يتكسج ويطر المسكد سيطر اكتشج كل شيء يتكسج أخبر ابو بكر في تاريخ كل شيء يترسون في السجن أكتشج جيدا لكن عندما يتحدث عنه يتحدث عنه ينتحدث عنه أيضًا طبيعات يتحدث عنه من أجل أن يأتي أمسك في ذلك كما يتحدث عنه يتحدث عنه لا يتحدث عنه أحبًا من أحساس أن نعطنها ، و ينطلقون على أحساسك و يجب أن يقضل أحساسك و يجب أن تكفي أيضًا و ينطلقون أن أحساسك و ينطلقون بحاجة فهل يتعلمون أن يتعلمون من يتعلمون أن يتعلمون سيطرق كيف يتعلمون نعم 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 سيكون في كل منا تقول تقول أكثر لك لا تكون تركتنا من قطع أو تريده لقد قمت لها هذا الأ ngày يجعل أعطينا كل حالة أن تفتسرر الأمر ما أعطيه فقط قمت باع قطعه إنها تكبرت احدثت عن الوضع ولكنك من أحدث عن أي حالة يقول الحقيقة قد أخبر الله سأنني أخبر الله اخبره الله أخبره الله إذا كان هل قد أخبره أو أو أخبره يقول الله إطلاقه قد أخبر الله لكن لأن نتعلم برطي لأ نتعلم برطي شكل أحبك إليه و الأمر مستمتعب بالله تيتم ولو لم أعد قسطا ولا قطا ولا حظا ولا نصيبا ولا بختا لمالك لم أتعد ما أنا عليه بمن يقول وانت يقول مالك نيراج لهم خليفة الشيخ خليفة مالك بك بشيخ دون اعتدد دون اعصاب نعم تريد الانبير تريد الانبير تريد الانبير تريد الانبير يجوناي ًعبيرا ، يجوناينا ، يجوناينا ؟ يجونايك في الحديث ، مجوناينا جنبان ، يجوناينا . يجوناينا أمسكي ، يجوناينا ، يجوناينا وحصن كان هناك من جيدة لأنه مجددا لأسرحة ومن أتعرفت أكثر في أطفالها إذا كنت أترابت فأصد في عزبا ومن ثم برقبت فقط أطفال لماذا يتحدثون فهما يتحدثون فهما يتحدثون فهما يتحدثون يتحدثون وفكرة لتكره هذا هذا فهما يتحدثون ترجمة نانسي قنقر وعبدنا الحاجماتك وشيخ الخليفة وعبدنا العزيز والحبيب هذا ومحمدنا المنصور والمعجبون بهم يقال في حقهم أيها التجانيون هذه أبواب الفردوس على مسراعيها مفتوحة وغير موسدة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي هذه عرصات الفردوس النعيم المقيم فتبوقوا فيها حيث ما تشاءوا فالنعم أجل عالي وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر يا مخضرم ما هي بأول بركاتكم ما هي بأول مواقفكم التي تذكر لكم فتشكر والآن لا نطيل بالعربية فقد سمعنا منها ما يكفي الليلة المحاضر الأول أبدأ ضلاعته في هذه اللغة لأن ما شنف به مسامعنا من عربية الناصعة نمت على أن زوايانا ما زالت بخير وإن رحال أستاذ إبراهيم محمود جوب فكل شبابنا هم يقفون موقف أستاذ إبراهيم محمود جوب وإن كان أستاذ إبراهيم محمود جوب وحيد نسجه وفريد المنابر وكان لا يجارى ولا يبارى ولا أحد يقف بجواره إلا وأصبح قزما وذلك لطول باعه وتفننه وتمكنه من ناصية هذه اللغة وما متعه الله به من البيان والفصاحة رحمه الله وأرضاه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في العلماء العاملين إنه ولو ذلك والقادر عليه سيدة عبدالبقدوري عبدالlatيف اسمح لي أنتقل إلى اللغة المحلية لي أعرف بحضرتكم ثم أحيلوا المكروفون إليكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله باقي نيو نيو نيب دي تجي تالسون كيلفة جي دي مولانا الشيخ عبدالعزيز باقية السلاف الصالح خمنا موفي طوغة المغني ته تغيام بو مانجي دلسون دو قدفارات سيدة عبدالعزيز باقية السلاف الصالح سيدة عبدالعزيز باقية السلاف الصالح سيدة عبدالعزيز باقية السلاف الصالح سيدة عبدالعزيز ومن المتحدث عنه نفس الشيخ تيجاني ويساعد إبراهيم بتي نعم تتوى سيدنا 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 لأن على صفى الله وحكرة كل حديد ماليك من زراني cantidad على الصفحة عندما أصدقائنا إنه يأتبط على الصفحة إن كان صفحة الله وفقها من الثقاني أنه مؤسسسسسسسسسسسة منه يتجب أنه يتجب أنه يتعد عندما يتجب أن يكون و يزاله للعرض و يراءاته و يسأله و يصّفح و يوته وعن بداboatاً ونساء الشيخ ويقول لذا يصبق ويصبق ويصبق لهم ويصبق ويصبق لهم في مؤسسة لهم في نفس الممبر الشيخ الخليفة الحاجة الله تعالى يصبق ومؤسسة والإسالة العربية والأساس محمد زينب والأساس الممبر ومؤسسة الشيخ أبراهيم لكن يصبق بحدي حاجة عبد العزيز محمد الله تعالى عليه الصلاة والسلام عليهم اضطاق صغير حول إخوتي بكثير من المدينة ومحمد الله تعالى عليه الصلاة والدعاء يقول انه يتحدث كما يحش فيه ومع ذلك يكون هناك سواجهة لأنه يكون يحش فيها سواجهة بلتكتور ويكون يحش فيها لدينا أفضل فل نفسه فقط يقولوني يقولون عبريبا أنون يكون فقط تنزيني فهيه ولذلك يمكن أن تلك التواصل فقط راكم لا يستمر ان يساولون أي أنه أنه ل حياتي وعملت الذي يألون أن يكون على أكده وقتما يكون له في المقابلة من السنة يقولون على أصيب أن يكون النبي يقولون مالذي يقولون بل هذا يمكن أن يكون لماذا يمكن أن يكون قد المساعدة في مجلسة إن كان ممكن أن يكون قد التعب الوصف ولكن من أن يكون فيجارة من الأثقال ليس من أي من يمكنك تتربته في أكثر منه نحن مزعون بالنسبة لكي أن نحن ندلقم كيف تصل إلى الناس نحن نقول نحن فقط في المتحدثات التي تسمت جاءتنا سماء حبيب سأنتجت جاءتنا شكرا للمشاهدة 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 إذن هكذا الشيخ الهاديعبدالعزيز نوذيكوف عن طريقة المدكة نسمى ان يكون أدفاع الهوء وأنه يكون النهائي الرسل نهائي الرسل الرسلسل يمكن أن يؤكام النهائي ولكن هذا هو بالطبع والمغم ... ... ... يبدوا أن الله يشنون ذلك لأهالك الله يشنون ذلك بإمكانه نفسه لأنه لا يشهجقه مجرد إنه لا يشهد كل شيء الله ينزل ذلك الله يشهدني ذلك ابتدى يا رائعون إنه يشهدني اشترى في حانة الأفريق في حينة الأسباب ويبقى يتحدثون أجل أبداً ويجعل كل شيء يتحدثون في هذه المقبلة ويسألت من تجارب في العالمين في المتحدثة أن أعلم أن اعلم أن أصدقاء في نهاية المتحدة في الوصول على كل هذه المتحدة ويسألت فقط في الوصول على الأمور ويأتون بحثة ويسألت بحثة والحديد شكرا للمشاهدة هذا ما يمكنك إذا كنت نعرف نعرف نفسي ثم نفسي 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 سوف نفسي 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 ما يمكنه درسل الجميع لدينا تتكلم عن أنني أسرح نخيخ سيدنا و أنني أسرح نعمل لقد أنني في أسرح لقد فرحمتك لقم القبل مرااً الإشارة للحجمالكسي هذا ليس ذلك المهمة هذا هو الجامع الذي فعلتك في ذلك الشيخ عبدالlatif وأنه يتحدثنا شيخ عمت جاني ويقبنا بالنسبة لتكلم بالنسبة لتكلمين كيف يتدعون على واحدة و شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 والجميع المسؤولين المشرفين عن هذه التنسيقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميع يصعب على الإنسان ترجمة نانسي قنقر لكن قضى الله تعالى أن أكون اليوم بين رجلين كبيرين مفوهين عالمين جليلين موجهين مرشدين فنسأل الله تعالى أن يمنحنا من نفحات علمهم ومعرفتهم وكما جرت العادة في خطابي لكم في مثل هذه المناسبة أنا أثير معكم بعض الأفكار التي نرجو الله تعالى أن يجعلها سبباً للتلقي والترقي وسوف أقول من أخي القائم على ترجمة ما قولوا من كلمات أن يكون دقيقاً فيها لأن فيها أفكار محددة نرجو الله تعالى أن تصل الموضوع الذي سمعناه قبل قليل موضوع عظيم جليل أو حالي بكثير من التوقفات والملاحظات أريد أن أتذاكر فيها معكم ومن جنة ما أوحى أن هذه المدرسة التجانية المحمدية لها خصوصيات ومميزات ولها أبعاد لأن مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه كان محمدي الحقيقة والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الله تعالى فيه من الخصار ما تفرق في الأنبياء والرسل ومولانا الشيخ رضي الله عنه جمع الله تعالى فيه من الخصار ما تفرق في الأولياء والعارفين وهو عضي الله عنه مد أصحابه من هذه الخصار والمعارف خلاقي والشيم والشمائل وغير ذلك بحسب ما أمر الله ورسوله وبحسب ما سبق في الأزل على وفق العناية والمشيئة من حق كل أحد من هذه الأمور فتفرق رضي الله تعالى عنه في أصحابه ما جمعه الله فيه وراد الحق سبحانه وتعالى أن يظهر له خلفاء يتميزون في حقب متفاوتة من الزمان كل خليفة يظهر الله فيه أشياء يجلي بها ويتجلى بها على الناس تظهر لهم حقيقة هذا الشيخ الكبير يرضي الله ومن هؤلاء الخلفاء الشيخ الحاج مالكسي الذي أنشأ مدرسة تجانية حقيقية تميزت بأمور كما تميزت مدارس أخرى بأمور ومدرسته في نظري واعتقادي وتحليلي ارتكزت على أمور الأربعة مهمة جدا وهي العلم والعمل والأخلاق ثم الحضارة فتجده أسس كل توجيهه وتوجهه على العلم وأنتم تعرفون أنه جاهد وقاوم وحارب وصد بعد أن كان من قدر الله أن انكسرت شوكة الجهاد الحربي بالسلاح فتصدى هو لنوع آخر من الجهاد والمقاومة وإثبات الذات والاستمساك بالله ورسوله وبدين الإسلام عن طريق التعليم والتربية والتحفيظ القرآن واللغة العرمية والتوجيه مما صرى في كل المدارس المنتسبة إليه بعد ذلك ولا زال حاضرا إلى الآن ودليله أننا نرى في مدرسته هؤلاء الفحول الفطاح من العلماء والمفوهين والخطباء والبلغاء والشعراء مما يعكس حقيقة هذه المدرسة ويثبت نجاحها في هذا الأمر الأمر الثاني مسألة العمل بالعلم لأن العلم الخالي عن العمل به لا يفيد بل يحاسب صاحبه عليه فتجد هذه المدرسة كانت منضبطة بما تعلمته من العلم ولذلك كان للسمساك بقصول الأشياء والصمر هذا وبقي في كل التلامذة والأتباع والمحبين الأمر الثالث قضية الأخلاق والأخلاق هي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتم ما مكارم الأخلاق فتجد هذا المربي الكبير اقترس من مشكات مولانا الشيخ تجاني رضي الله عنه التي من مشكات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانضباط الأخلاقية الذي صرى في أتباعه وتلامذته إلى الآن فنحن في مخالطتنا لكم وفي معاشرتنا وترددنا لا نرى إلا أناساً شيوخاً وكهولاً وشباباً رجالاً ونساءاً متشبثين بمكار من الأخلاق في تواضع وعفة ومسماحة وخلق ووجه طلق وغير ذلك المسألة الرابعة مسألة الحضارة هذه الأمور كلها جمعها الشيخ الخليفة الحجماليكسي وأتباعه وتلامذته والمتشبثون بمنهجه وبلوروها في أسلوب متحضر فيه الجمال والحضارة سمة العصر والصوفي كما يقال ابن وقته فلابد أن يكون مسايراً للعصر الذي يعيشه فإذا كانت السمة الطاغية على العصر الحضارة وجب أن يكون هذا الصوفي متحضر بل أكثر حضارة من الناس لأن الحضارة عنوان صفاء الباطن ونقاء الفكري فلذلك تجد المنتسبين إلى هذه المدرسة أكثر جمالية وعناقة وتحضراً وانتظاماً ونظاماً في شكل والمضمون وطبعاً هذه أشياء قد لا تبدو لكم ظاهرة لأنكم تعودتمها بالممارسة لكنها تثير انتباه الملاحظ ويتفطن لها الإنسان بمجرد مخالطة أهل هذه الدائرة المالكية والمحبين لها والحائمين حولها ولا شك أن الجمالية هي قيمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لها اعتباراً خاصاً وكان النبي صلى الله عليه وسلم جميلاً وكان يتجمل للوفود والناس وكان يلبس أحسن ما يلبس وكان يقول عليه الصلاة والسلام سأله رسول الله الرجل يحب أن يكون منظروا حسناً ومنبسوا حسناً أذلك من الكبر؟ قال لا إن الله جميل يحب الجمال فهذه مسألة نبوية نلمسها أيضاً في هذه المدرسة طبعاً هذا موجود في غيرها من المدارس التجانية لأن الأصل واحد لكن في مدرسة الحاج مالك سي تجد هذا متطوراً متميزاً ملفتاً للنظر ونحن نراه في هذا الجمع المبارك الميمون في هيئة الجلوس وفي اللباس وفي النظام وفي الكلام وفي غير ذلك من الأمور التي تبلغ وطبعاً مولانا الشيخ تجاني رضي الله عنه كان على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كما كان على قدمه في غيرها من المسائل ومولانا الشيخ كان جميلاً متجملاً يحب الجمال يلبس أحسن الثياب ويأكل أحسن ما يؤكل لكن لا يتخذ من متاع الدنيا إلا أبسط الأشياء لأن هذه قضية الأكل وقضية اللباس هذه قضية تعبدية وذلك قال مرة واحد كان عنده مكلفاً بالمؤونة يشتري ما يلزم الضارة فجاءه مرة بلحم هزيل رديء فعاتبه في ذلك وقال له الهزيل لا يعجبنا ولا يليق بنا هذه من الهمة العالية وكان عضي الله عنه يلبس أحسن ما يلبس في الهيئة والمظهر ويتجمل لله صورة مولانا الشيخ تجاني رضي الله عنه هي لا علاقة لها بهذه الصورة التي ينشرها الناس هذا شيء من مخيلة بعض الناس وضعوه ونشره لا علاقة لها بالواقع على كل فإذن هذه الأمور الأربعة المميزة بهذه المدرسة المالك يزيل تجان يزيل هي من أسس الأشياء التي تنبني عليها الطربية لأن الطربية إذا خالت من العلم والعمل والأخلاق والتحضر الجمالي فلا قيمة لها ولا تثمي شيئا ولا تفيد شيئا ولا يتخرج منها أفراد الرجال لكن إذا اجتمعت هذه الأمور خرجت وعلى كل حال هذه مسائل أن لا أعلمها لكم ولكن أذكرها لتكون عندنا في الاعتبار ولننتبه إلى أنها أمور تنتج عنها مسائل عظيمة جدا لأن الشخص الذي جمع بين هذه الأركان الأربعة يكون إنسانا مفيدا صالحا مصلحا أينما تحرك أو تكلم أو عمل ينتج عنه الصلاح والإصلاح والخير العميل في أي موقع كان كان عالما أو متعلما أو سياسيا أو اقتصاديا أو فلاحا أو عاملا في أي موقع كان إذا كان يتميز بهذه الخصال ينتج عنه الخير ويسري منه الخير إلى غيره من الناس هذه قضية مهمة جدا لأنها تعكس حقيقة دين الإسلام فإذا لا بد أن نتخطن لهذه الأمور ثم هذه المدرسة أنتجت لنا رجالا عرفنا منهم وخالطنا مخالطات مستمرة عن قرب السيد الشيخ عبد العزيزي الذي وبجانبه نعتز به دائما ونفتقر الذي بدأ يظهر له في ساحة العمل التجاني الطروي التوجيهي من ما أمده الله تعالى بيؤشره على يده من بوادر الخير للطريقة التجانية ما يذكر ويشكر ونحن ننتظر من أهل هذه الطريقة أن يقع فيهم بهمة مولانا الشيخ رضي الله عنه تجديد وإصلاح وتنظيم لأعمال جليلة جادة تحمل إسلام والمسلمين في كثير من الربوع التي انتصلت فيها الطريقة نحن في حاجة إلها وهذا لا يستقيم إلا بعمل لجال مخلصين عقلاء أتقياء حكماء وهم متوفرون هنا في السنغال الذي هو بؤرة مهمة جدا بل رئيسية مركزية من بؤر وجود الطريقة التجانية زكرتنا وزكرتنا نعمل لأعطنا مثالكم وضعون تبع نفسنا لكتلكم ذخة لهذا الدين وطريقة هذه الطريقة نوع من الوقت العليم مكين ترجمة نانسي قنقر 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 وفي المصرحات المخصوصة أن يتجرب في جihad ويفي ذلك ، ويجعل الجحيم ويجعل الله لحكم ويجعل الله تحكم ولا تحكمه ولا تحكمه ولا تحكمه ولا تحكمه لماذا يحكمه إذا كان كل المعارضة هذا هو أن تكون 9 وقت هذا هو من نفسه يتعلي الحقان، وأعطى تمر حقا وخدمت على صحيح والسفين عندما تعلينا عن تردد تلك تجاهل الى ثابت وتقص لهم فإن كتك على أن تبيته في الحقان تبعا ويجعلاتها في صحيح لأنه لا يجب أن تبعا ويجعل أو رأس بسم الاستخدام لا يجب أن تكون лонاتها فقط يمثل لا تتكلم لا تنسى وشكري ترجمة نانسي قنقر تقول لك يتعالى الجميع أن يكون تجاهل ان ترجمة نانسي قنقر ويأتون بالرقب إن شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ولكن يتعالى أن ترجمة نانسي قنقر من المتجميع أن ترجمة نانسي قنقر فيترجم الأحلام forte هذلك ركولة المنظم فهذه العملية يضطميكون شخص من الحلق كافة وخاصة مع التعاهد أنها حصلت للمساعدة خاصة فيه قد يكون يقولون أن هل يكون لا يمكن أن نعرف على الإحسابات أمامها كما تفضلون ليسوا رائعي ولكن كما نحن 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 نفسي أعطيز أكبر أنه يصل مدعاً أمامها جديد أن يصل مدعاً وكما يصل مدعاً على الإحسابات أمامها الشيء الذي يمكن أن يكون من أجل المكتبات ومن أجل أجل المعارضة الشيء الذي يمكن أن يكون من أجل المستقبل اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا ، وكتابها wait كتابها ، على أي أقتران لزامق ، وكتابها ، للتأكيد ، سيد وكتابها ، مما يttعون فعلت ، وكتابها ، فلم أقع بالتأكيد ، فطوراً ، يجب أن تشارك. إنه يكون بحث في حالة ، منحافظة العلمات ، ومثلان أكبر ، هم سيكون ، نعم يا إنسان لا ت tod though وسبحكون الشيء سمعت بكثير وفي أطلاب وفي هذا المهم فسنة شيء ما هي كانت مجزوجات كانت تحدث وتعالى لبطل كيف يمشأت إلا كل شركة ولكن الذين يقومونون بكث犯 قد نعم pero هل يؤثر من الملاس حول على تدونه يبغى النيان لا يمكننا الناس الحقيق الأمراهب و Virجيع وأيضا لذلك يمكننا البيعه بالجهاز فم سنگال يمكننا نحق لها وأن الرؤية من تتكلم الناس ولكن يمكنك أن يتكلم الإسلامisco ومن يدعي في الفيه بلا أساسية وفقدت إليه في صغير التالي وغيرت الأساسي لأنتمي يدعي في صغير التالي في نكو يجعلك أن يكون قيد تدعي عن المستقر تلك سبيلًا ومن أن يكون قيد تدعي لذا كنت تكمني من الأساسي لدينا أخرى وضعنا لدينا أخيار من أشهر يتدعوا أن نجد عدد أن يتدعوا أن يتدعوا أن يتدعوا في الدكتور ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته